تعال نشوف طريقة أخرى لتصميم الأرضيات عن طريق الفلاتر حظهر اللوحة Layers وحضغط على الأداء New Layer عشان أضيف طبقة جديدة الطبقة الجديدة دي أنا عايز أطليها بلون ما فحختار اللون الأحمر أو درجة من درجات اللون النبيتي مثلا وحضغط OK وحضغط Alt Delete عشان أعمل طلاق للطبقة باللون ده وبعدين من قائمة Filter حختار Render ومن Render حختار Lighting Effects حتظهر للنفذة دي من هنا أنا ممكن أحدد الإضاءة اللي أنا عايز أضيفها إلى التصميم واللي يكون بالشكل ده كأن ده المصباح اللي حيضيء التصميم أنا ممكن أخلي المصباح ده بالشكل ده وحضغط OK يبقى أنا عملت أرضية شكلها زريف جدا ممكن أضيف عليها النصوص والصور اللي أنا عايزها يبقى دلوقتي أنا لو فتحت لوحة الطبقات عندي أرديتين الأردية دي والأردية دي والأردية دي اللي اتنين دول أنا صممتهم عن طريق الفلاتر مش من خلال صور جهزة فوق إحدى الأرديات اللي احنا صممناها بالفلاتر كتبت نص معين وعايز دلوقتي أضيف إلى النص ده تأثير لمعاني المعادن عن طريق برضو أحد الفلاتر أولا لابد أن أنا أحول طبقة النص إلى طبقة عادية لأن ما ينفعش طبقة النص بالصورة العادية بتاعتها أن أنا أضف لها فلتر فحفتح لوحة الطبقات وحضغط بمفتاح الماوس اليمين على طبقة النص وحاختار راسترايس طيب على أساس أنه يحولها إلى طبقة عادية حاختارها حتلاقي أن فعلا حرفة T تشال من قدام الطبقة على أساس دلوقتي أنها بقت صورة مجرد صورة حاختار قائمة فلتر ومنها Icandy Text Filters وعلى فكرة دي مجموعة فلاتر خارجية ممكن تضيفها إلى الفوتوشوب وحتلاقيها على الإسطوانة المرفقة حاختار من القائمة اللي ظهرت قدامي كروم هو ده اللي بيضيف تأثير لمعاني المعادن حتظهر لي الويندو دي اللي من خلالها أنا ممكن أختار شكل التأثير اللي أنا عايزه من مجموعة الاختيارات اللي قدامي وليكن الاختيار ده حضغط OK هتلاقي فعلا تم إضافة تأثير لمعاني المعادن إلى التاكست لو كبرت شوية هتشوف التأثير بشكل واضح تأثير لمعان معدن نحاسي أو دهب